يعني خدنا نموزجاً أم فقدت تلاتة من أبنائها والرابع ربنا يقومه بالسلامة مصاب في المستشفى وحتى الآن يعني مصاب ولسه بيتعالج ربنا يقومه بالسلامة بس طول تتأمل في المشهد ايه الموت المجاني اللي في مصر ده زي الموت المجاني اللي ضيع محمود بيومي بيشوف مطش تخيله قعد قول لحد كده ده محمود بيومي كان بيشوف مطشه بيستمتع مع خطبته وصحابه زي كل الأمهات والأباء اللي طلعوا مع ولادهم ومع عوائلهم علشان يستمتعوا بالمباراة فيقوم يموت ولأدفه الأسباب والنهاردة لداخلية قالت ان السلاح مطوى صغيرة يعني مش المطوى تخيلوا عامل وموظف في الكافي استخدم مطوى ده موت مجاني نموذج بقى التاني كمان السبعة اللي ضعوا مننا في حادث الأوتوبيس مأساة أوتوبيس كلية الصيدلة والله جماعة الفساد في كل الفساد هو اللي بيقتل محمود بيومي اللي قتله الفساد بدليل بلدوزرات هذا الصباح ليه البلدوزر اشتغل علشان في واحد مات كان ممكن ننقذه لكن لأن الفساد قبل كده كان بيسمح بأنه هذه الكافيات تتحول إلى أوقار للبلطغية والمخدرات وغيرها فلازم يحصل ده علشان نصفايكوز تاني يوم الرحلات الجامعية والمدرسية أوتوبيس المدرسة وأي أوتوبيس الأوتوبيس اللي بيشيل مجموعات كبيرة سواء طلع رحلة أو بيود الأطفال والأولاد يوميا للمدرسة مش نبهنا كثيرا أنه ده لما يبقى فيه عندي صندوق كده ما هو صندوق بيحمل أرواحا كثيرة مش ده يخلي الإشراف أشد والضمانات أكبر ويخلي أنه الأوتوبيس ده ما يطلعش لما تأكد أنه مستوفي كل الإجراءات الفنية وضمانات السلامة لأنه شايل أرواح سواء بقى في رحلة مدرسية جامعية أو فيه أوتوبيس مودي الأولاد للمدرسة يوميا لكن ده ما بيحصلش ليه فاتش أيضا عن الفساد ما هو الإهمال فساد نقعد نشوف بقى هو مين اللي وفر كده وقال تعالوا نجيب أوتوبيس أي كلام هو إيه اللي حصل هو مين المسؤول هو مين القاتل مين اللي ضيع الإبتسامة والفرحة جوه عائلات وحطمها وخلاها في حالة الحزن والغم والنكد ده مين اللي ضيع ولادهم بالشكل ده يعني نموذج هذه الأمة أنا قلت يعني أخده نموذج للمأساة وربنا يصبرها يعني حتى والحية وأنا بكلمها النهاردة يعني لم أقاوم دموعي يعني أما تفقد بنتين في عمر الظهور زي الورد يعني وطفل كان طالع مع أخواته ما بين تسع سنين لعشر سنين والأخر ما تبقى لها يعني في المستشفى كان في نفس الرحلة وتعطى تسأل الأسرة دي مين المسؤول عن إنها تضيع كده مين المسؤول على إنها تفقد شبابها وتفقد ظهورها بهذا الشكل الورد ده مين اللي يتحاسب هنا أوتوبيس مين اللي طلع الأوتوبيس مين اللي أشرف على إنه الأوتوبيس ده لازم تبقى فيه كل الوسائل الفنية والضمانات متوفرة مين المسؤول ما بنسألش نفسنا ده وخلاص مأساة ويلا نبكي عليها ونتعامل معها في صفحات الحوادث وخلاص حسأل السيدة تهاني ربنا يصبرها سيدة تهاني محمد أحمد والدة أم هذه الظهور اللي احنا شفناها الشهداء اللي ماتوا غدرا وماتوا بسبب قتلة لابد أن يحاسبوا ولازم نشوف هم مين عشان نحاسبهم مدام تهاني ربنا يصبر حضرتك مش عارف أقولك إيه والله ربنا يصبرك الله يخليك يا أستاذ وإيه الله يخليك مدام تهاني طبعا يعني أنا عارف إنه ما فيش حاجة تعود نقطة دم واحدة لكن يعني المهم في ده إنه ده ما يحصلش لحد تاني نشوف إيه أكيد طبعا أكيد أنا أتمنى ما فيش ما فيش أم تدق اللي أنا دقته ولا تشوف اللي أنا شفته أتمنى ربنا يصبرك والله وانا وانا بكلم حضرتك النهارده الدور يعني 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 بقول يعني أكيد ربنا سبحانه وتعالى أعطاقي قوة للتحمل لأنه ما فيش حد ممكن يتحمل هذه المأساة أكيد قوة ربانية دي فعلا اللي عندي أنا واللي أنا حساب دي قوة ربانية إن شاء الله وربنا حيعوضك بأنهم في مكان أحسن وفي مقام أفضل إن شاء الله خليني نشوف يا جماعة حتى صور البنتين عندنا مجموعة صور حتى متنوعة للطفل كمان وليلي طلعوا الرحلة يعني إزاي أنا آسف حستعيد معاك المواجع لكن علشان ده ما يحصلش تاني بعد كده طلعوا الرحلة إزاي مع بعض يعني هم كأي أسفة مثلا بتفسح ولادها بتوديهم بتجيبهم فالرحلة جيت لها من خلال كلية الصيدلة فطلبوا مني إنه هم طبعا يكونوا متوجدين في الرحلة على اساس يغيروا جوه في الفترة اللي هي بين الترم والترم آه طبعا إيه الأربعة تلعوا مع بعض مع بنتين ولادخلتهم طب أرضو على اساس بقى يستمتعوا بالرحلة وبالأجازة آه البنت الأولى في كلية الصيدلة؟ آآ في بنت في نوم جميلة بنتي اللي هي تواصف الثالي آآ والأولاء تانسة تجارة كلية تجارة؟ كلية تجارة آآ وخالد زوني الفور آآ وخالد تسع سنين ولا عشر سنين؟ آآ خالد تسع آآ في سهر تسع إن شاء الله حيتم العشر سنين وأخوهم ربنا يقوموا بالسلام إن شاء الله كم سنة؟ عام السبنتاشر سنة هو طالب في إيه؟ آآ طالب في حقوق طالب في حقوق طيب كانوا طالعين رحلة؟ الرحلة كانت متجهة في إنا؟ كانت متجهة لشار مش فيه طيب رايحين رحلة علشان يستمتعوا مع بعض والواضحة والأسرة كلها طالعة والإخوات يعني آآ قوليه لما كأماء يعني الرحلة هنا مين اللي بينظمها؟ هل الكلية مسؤولة؟ الكلية أساس الرحلة الكلية كلية الصيدلة أساس الرحلة وبناء على إن الرحلة من كلية الصيدلة جامعة الأسكندرية جامعة الأسكندرية بناء على إن الكلية مشرف عليها المقيمين في الكلية وإن هي تابعة وزارة شؤون الطلبة وإن هي حاجة مشرفة وحاجة كويسة بناء على إحنا كأهالي وفقنا وقالولنا إن هما حيتلاقوا على باس باس مؤهل وباس إمكانياته عالية وباس سياحي مرخص سياحي فإحنا قلنا إيه الولاد يتوكل على الله وأخذوا طبعا المغالغ دي على اساس قيله إن إحنا هنجيبه الوتوبيس على أرقى مستوى فطبعا هم ابتدوا يتحركوا وراحوا بالسلامة ففي الطريق بقى يعني معاهم على التليفون وكده لغاية بعد ما عدوا القاهرة وابتدوا يروحوا بقى ابتدوا هناك في نشئت فينا استدت لمشاكل بقى يقولولنا في التليفون الباص بيطلع دخين الباص ركن بنا في مكان يعني وهم وهم ماشيين كلموا كلموا حدلك وقالولك الباص بيطلع دخان أيوة كلهم طب ياريك مثلا يتصل ينتقل لأوتوبيس تاني أو يعني يحصل أي أي تجديدات يعني فرجعوا قالوا إن نتوقع لهم لأ تماما عملت العطل اللي فيه والأوتوبيس كده بقى تمام وحننتقل على الله يعني فطبعا خلاص يعني ماشوا معي وكملوا بقيت البروجرام بتاعهم وبقيت الرحلة بتاعتهم آآ فابتد يروحوا بقى يتحركوا على اليوم اللي هو يوم اللي حصل فيه الحادث على المكان اللي نازل على راس شو صوى دي ولا اسمه آآ راح يدهب كده فطبعا أثناء الرحلة آآ قالوا إن الأوتوبيس بيتحذي بيوم جامد فإحنا طبعا كأهالي كنا بنتابعهم مع التليفون فقالوا إن الأوتوبيس بيتحذي بينا جامد والسواق بيقول لنا آآ يعني ايه امسكوا في الكراسي جامد عشان أنا مش قادر ايه اتحكم في الطريق الطريق اصلا فيه نواك يعني فقرب القرب المكان معين كده قال لهم يا جماعة عن الفرامل اللي راحت مني وأنا مش عارف اعمل ايه فكلكم تشاهدوا جامد يعني كلكم تشاهدوا ومسكوا في الكراسي ده اللي حصل قال لهم كده الفرامل راحت مني ايوة ده طبعا الكلام ده خدنا من بوق المصابين آآ المصابين طبعا لما سألنيهم لأن أنا أولادي خلاص الله يخم المصابين سألنيهم قالوا قالوا هو قال لنا كده اتشاهدوا فطبعا كلهم حصل لهم حالة فزع ورعب فيه ناس ماتوا من الفزع وفيه ناس ماتوا لما الأوتوبيس اتقلب مرتين لأن بعد كده اكتشفوا ان العجل بتاعه كمان العجل بتاعه مهر الكويتش مهر يعني لا يصلح حتى يتحرك لغاية طنطر يعني لا عجل ولا فرامل ولا ولا أوتوبيس أصلا حتى الكراسي يعني بعد كده اللي فاقوا وكلمونا حتى الكراسي يعني وسكتوا وخلاص استسلموا لأن هيعملوا ايه هيعملوا ايه خلي حدريك معايا عشان المشهد ده احنا عندنا فيديو لما بعد الحدث على طول نشوفه وتابع مع حدث اصابات خطيرة والوحيد الذي يبقى لها فهو أصيب أيضا في الحدث بإصابات خطيرة اتفقوا مع شؤون الطلبة شؤون الطلبة مسؤولة عن قيام الرحلة فطبعا إحنا بناءنا عليه وفقنا طبعا وعارفين إن قدرت الجامعة طيب أنا بأس فجماعة هنجهز لكم الفيديو دلوقتي